يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم أنا أم منذر واليوم رح نعمل مع بعض حلو كتير بسيط وسهل مكونات متوفرة وما أنا مكلفة أبدا أنا بكتب المقادير تحت الفيديو بحكية وأنا عم أشتغل يلا سوا نشوف المقادير وطريقة التحضير عندي هون كوب من السكر نضيف عليه نص الكوب من عصير البردان أو مثلا اليوسفي أو الكرامنتينا وباخده برفعه عن النار بحركه هيك هلا شوي وبتركه لحتى يغلي هون حطيت معلقة ونص من جيلاتين وهذا متوفر عند العطار بتلاقوه يعني أو المحلات اللي بتجيبوا منا البكمبودر أو الخميرة كلها بتلاقوه عنده هاد الجيلاتين حطيت معلقتين من العصير البردان كمان وبحركه هيك شوي مع بعض ورجعت ضفت معلقة ثالثة يعني ثلاث معلقة بنحط من العصير البردان بخلطهن وبتركهن على جنب هيك رح تلاقوه جمده وتماسك دغري هون عندي البردان بلش يغلي مجرد انه يغلي خلاص بطفي تحته وباخده بحطه بضيف عليه الجيلاتين يعني ما بخلي يغلي كتير ليعقد بس مجرد انه يغلي نزلت عليه الجيلاتين هادا بيكون هيك بتلاقوه متماسك وبس بتخلطوه رح تلاقوه رجع صار سائل ودابو كل هالتكتولات هاي بعد ما خلطو هيك بهالشكل هادا فيكن تحطوه باي قالب عندكن مثلا متل اي صحن بتحطوه وبعدين بس جمد بتقطعوه او اذا عندكن هاي اوالب سيليكون منظرة هيك بيكون حلو وفيها شغلات هيك يعني شي في شي ندور شي على شكل قلوب او الشجر او شي يعني المتوفر عندكن في كل ساوي اذا ما عندكن متل ما قدتلكون بتجيبوا صحن وبتحطوه فيه وبعدين بتطلعوه يعني وبتقطعوه يعني مسلا يفضلكم مسلا صحن على شكل مستطيل او مربع لحتى يطلعو عندكن القطع كلها متساوي هلا انا حطيت بهدول هيك شوي وكمان حطيت يعني حاولت حط من كل الموجود عندي ولو اثنين او ثلاثة بكل قالب يعني انا لاني ماني عاملة كمية كبيرة فحاولت اني حط من كل قالب هيك شوي حطيت بعد ما حطيت قسم جبت الملون الغذائي كمان وحطيته هدا يعني اختياري فيكن نفس الكمية هي كمان تقسموه للنصين بس انا حطيت بس الاحمر بتقسموه للقسمين وتحطوا لون ثالث كمان بيصير يعني بناسبكن انتو فيكن تعملو كمان رجعت وزعتن هيك بهالشكل هدا بالاوالي بعد ما بعبيون هلا بدي تركن انا تقريبا ليلة كاملة لحتى يتماسكوا افضل بيكون يعني لحتى نضمن انو تماسكوا جند منيح الجيلاتين هلا بس طالعناها باواشي بنحاول نحرر الاطراف هيك شوي بعد نصير بنقيمة بسهولة يعني هي لحت تلاقوا مثلا اواشي الاطراف تكون ماسكة منيح بتحاولوا تطلعوها وبعدين بتقيموها كلها سوا بتطلع بكل سهولة هدا هلا اختياري فيكن تحطوها بالسكر واذا ما بتحبوه بتتركوه على وضعها كمان بيصير يعني متل ما بتحبوه انتو بس هيك هي متعارفة عليها بتكون مغمورة بالسكر وطعمتها بتكون بتجي اطياب ومنظرها كمان احلى طالعتن كلن هيك بهالشكل هدا رح طالع كمان واحدة من الحمر هدول اللوب طبعا هو بالسيليكون بيكون افضل يعني يعني تعامل معه بيكون سهل وكمان اذا بتكون تحطوها يعني بصحة كمان بيكون سهل لانه بتكون تقطعوه بطلعوه وقطعوه واحدة وبتقطعوه بعدين شافين منظرها كيف طرية بتكون وشغلتها كتير كتير بسيطة ومكوناتها يعني متل ما شفتوا يعني هي كاسة هالسكر والجلاتين والبردان يعني ما فيها كتير مكونات بس طعمتها كتير كتير طيبة ومرغوبة من الاولاد يعني كتير بيحبوا والله الكبار والصغر كمان بيحبوا يعني هي الاكل كتير خفيفة هيك شافين كيف بيطلعوه بكل سهولة بس متل ما قلتلكم بيكونوا شوي الاطراف ماسكة بتكون انتو تحاولوا تحررونوا شوي وبعدين بتطلع معاكنوا بكل سهولة هدول كمان على شكل شجرة كمان هدول اللون الاصفر شافين منظرة ما احلى خلاص بحطهم كلهم هيك بالسكر وازا بتكون تحتفظوا فيهم بتخلهم بعلبة يعني وبتسكروها بتكون يعني فيكون تحطوهم بالبرد او برات البرد ما بيأس لانهن ما حيدوبوا يعني رح يضلوا هيك بهالشكل هذا وبيحافظوا على طراوتهم يعني ما حيقسوا معاكن ابدا الكاسة السكر اللي شفتوها عملتلي هاي الكمية كلها يعني انا حطت كامل الكمية لحتى تعرفوا من كاسة السكر قدي يعني نص كاسة البرد او كاسة السكر عملولي هاي الكمية كلها شايفين كيف الطرايا وشكلهم حلو وبسيطين كتير رحها كمان ارجيكم كيف بتكون من الداخل يعني وقت بتكون تاكلوها رح تلاقوه من جوة بتكون هيك مثل شفافة صايرة هذا هو منظره من جوة كما شايفين كيف منظره وحتى وقت بدي شدة مثلا هيك بهالشكل هادا بتلاقوه مثلا بتمط بس متماسكة يعني ما بتكون هيك طرية كتير شايفين كيف تقطع يعني كيف تقطع معاكن بتمنى يكون عجبكن شغلي لليوم اذا حابين تدعموني عملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على القناتي قناة مطبخنا السوري وقناتي الله نتحلى شكرا